لكن يبقى هناك كلام كثير في الغربال احذروا المنستيري تاني الفريق التونسي اللي الاهل هيلعبه يوم 9 اكتوبر في استاد مصطفى بن جنات في مدينة منستيري التونسية فريق قوي فريق هيكون خاط أربع مباريات في الدور التونسي عنده جاهزية بدنية كويسة عنده دوافع جيدة جدا عنده مدرب مستقر معاه وعنده لعيبة على مستوى كفاءة جيدة وبيواجه فريق بقيمة الأهل ومكانة الأهل فده مديله أبا شموندس حال التركيز وترقب هو ده أول مباراة رسمية لك أي أنت مش هتكون خط حاجة دي جزء تاني أنه حتى المدير الفاني النهاردة ماشا للماتش النهاردة هو كل ماتش عايز يخرج منه أن يتعرف على جزء من اللعيف وبعدها يراجع من الإصاباته النهاردة مثلا شاف قافشة هو سمع عنه بس ما شافوه البعض ممكن يقول لك اتعدلت يا سيدي سيبك من نتيجة سيبك ما أنت أول ماتش كسبت خمسة وبعدين اتنين واحد وبعدين اتعدلت مش معنى كده أن الكيرف نازل حتى لو كيرف نازل معناه أن ده مسألة ليه علاقة بالحمل هو عايز يطلع بالحملة إمتى في الماتش ده فالموقف صعب وأنا دايما يا ساذ إبراهيم بقلق من الأدوار الإقصائية بشوف أخطر حاجة لما بتعدي بتخش المجموعات بيبتدي جيلي نوع من الاطمئنان شوية لأن لو حصلت مفجأة بتعرف تتداركها عندك الوقت نتصلح وتتدارك فربنا عدينا من هذا ما فيش فرقة هتقابل حد بقوة المنستيري زي ماك هلعب بطل بروندي فأنت يعني اللي كانوا بيحسنوا لقال إنه هو هيلعب على طول وانا مش حابل بطل بروندي يعني حابل منستيري وصيف الدور التونسي يعني هو كان بيزحم الترجع على بطول يعني طيب لا لنفذ التدريبات يعني مش تدريب النهاردة بس التدريبات اللي فاتت كلها الحقيقة كان فيها جدية كاملة من الفريق لأنه الرجل مدرك إنه التوقيت بتاع المباراة جاي في فترة أنت منتشف أحسن حالتك البدنية كمان الفترة اللي فاتت اللعبة الدوليين موجودين مع المنتخب الأول ولعبة المنتخب الأولمبي موجودين مع المنتخب الأولمبي والتلات أربعة الأساسيين درجعين من إصابة أفشا والشريف وطاهر والشحات دخلوا تدريجيا مع الفريق في فترة الإعداد لغاية آخرهم النهاردة أفشا يدخل المباراة فأنت الفريق يعني متناثر اللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي هنا أفل على نفسه وبدأ يعتمد على الموجودين تسمع كلام كلام متناسر كده كهرباء كواس قوي محمد طهر كواس قوي مش عارف مين كواس قوي وده اللي احنا عايزين نسمعه إنه باستمرار إن البديل اللي بتجاهز تبري أنت مباراة كابت الخطيب كان حرص إنه يتابعها ويتطمن على الفرقة وعلى اللعيبة هو الحقيقة يعني طبعا هلأكون فعون أي مسؤول النهاردة عليه مسؤولة الحفاظ على البطولة القمة على المكانة ما أنت لو أنت بتحقق خطوة قدام يعني لو أنت الرابع بتبقى التالت بيبقى نجاح لكن الأول لما تبقى التالي قيمة الفاشل يعني ناس بتقسها كده معينه هو ده مش مظبوط المعيار ده مش مظبوط لأنك في يوم وفي ما ولحظة ما قاد يحدث هذا الأمر بس المهم إنك تخرج منها بسرعة أي طب الأهل مع الأندية التونسية الليعب مع الأندية التونسية 47 مرة فاس في 22 اتعادل في 15 وخسر 10 مباريات والأهل سجل في أندية تونس 49 هدف واستقبل 35 هدف إن الدية موجودة يعني الأرقام آه لصالح الأهلي بس الفوارق مش كتيرة إنما القائمة الأفريقية بقى لأنه مهم جدا إن نبقى عارفين أسلحتك يعني الأرقام دي ملاش علاقة بالمباراة اللي بينك وبينك أنت بتتكلم على كورة تونسية التونسية عمتها إحنا ملنا إحنا 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 فرقة أول مرة نواجهها أول مرة نواجهها ملعبناش قبل كده أظن أي وبعدين عيشة واضح إن عندهم إدارة بتسعى للبطولات أي طواقة للبطولات وإذا ملتلك البسكت تديك مؤشر النازل تم وحطها عاملة إزاي طيب الليلة هيسافر يوم الخميس 6 أكتوبر البعثة برئاسة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي المباراة هتبقى يوم الحد بتوقيت القاهرة هنا الساعة 14 العصر في أستاذ مصطفى بن جنات في المنستير هتبقى يوم الحد إن شاء الله طاقم التحكيم هيكون من الجزائر قايمة الأهل الأفريقية اللي هيختار منها مستر مارس الكولر القايمة اللي هتسافر في حراس المرمى محمد الشناوي وعالو لطفي ومصطفى شبير وحمزة علاء دول اللي انت سجلتهم في القايمة الأفريقية سجلت في الدفاع أكرم توفيق ورجع أكرم وشارك شوية بشوية بيستعيد لياقته وجهزيته ومعه محمد هاني ومعه كريم فؤاد اللي أصبح لعب دولي انتظم في الفترة اللي فاتت مع روي فيتوريا في المنتخب ومحمد عبد منعم وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيع ومحمود متولي ومحمد مغربي الصاعد اللي رجع من الإعارة في تشيك وعالي معلول ومحمد أشرف الباك الشمال في خط الوسط متسجل في القائمة الأفريقية الصاعد رأفة خليل وآلو ديانج وعمر السلية وحمد فاتحي وحسين الشحات ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وبرستاو وزياد طارق ومحمد مجدي أفشا وبرونو سافيو البرازيلي ومحمد فاخري وأحمد حمدي عبد القادر وأحمد نبيل كوكا ومصطفى سعد وميدو نبيل وفي الهجوم محمد شريف وحسام حسن وشاد حسين